وصلت أول شحنة منتظمة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا في إطار استبدال إمدادات الطاقة التي كانت تتلقاها ألمانيا في السابق من روسيا وصلت الناقلة ماريا إانرجي إلى ميناء على البحر الشمال حيث سيتم تحويل شحنتها من الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى إلى غاز في محطة عائمة خاصة قام المستشار الألماني أولف شولتس بافتتاحها الشهر الماضي وارتفعت الاحتياطيات في مرافق تخزين الغاز في ألمانيا إلى أكثر من 90% في مستهل العام الجاري حيث أدت درجات الحرارة الدافئة غير المعتادة في معظم أنحاء أوروبا الوسطى إلى تراجع الطلب على الغاز شهدت حركة الطيران في أوروبا انتعاشا جديدا العام الماضي وصلت إلى 83% وهو المستوى الذي كانت عليه قبل أزمة كورونا ومن جانبها توقعت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة القوية أن يصل عدد الرحلات القوية السنوية في مجالها هذا العام إلى 92% من العدد المسجل في عام 2019 انتعاشا جديدا شهدته حركة الطيران في أوروبا العام الماضي والتي وصلت إلى 83% وهو المستوى الذي كانت عليه في عام 2019 قبل أزمة كورونا شركات الطيران والمطارات الأوروبية استقبلت نحو ملياري مسافر العام الماضي مقابل مليارين و420 مليون في عام 2019 مع تباينات كبيرة بين الدول وشركات الطيران حيث تشمل هذه الأرقام جميع الرحلات المغادرة والوافدة إلى الأراضي الأوروبية لم تستعد ألمانيا في عام 2022 سوى 75% من حركة الملاحة مقبل الأزمة وفرنسا 86% وإسبانيا 91% والبرتغال 96% في حين بلغت حركة الملاحة الجوية في اليونان 101% من الحجم المسجل قبل ثلاث سنوات و137% في ألبانيا أما شركات الطيران منخفضة التكلفة خرجت أقوى من أزمة كورونا واستعادت 85% من حركة الملاحة في عام 2019 مقابل 75% لشركات الطيران التقليدية المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية تتوقع أن يصل عدد الرحلات الجوية السنوية في مجالها هذا العام إلى 92% من العدد المسجل في عام 2019 المنظمة الأوروبية توقعت كذلك أن يكون عام 2023 عاماً صعباً حيث تواجه الشركة العالمية تحدياً خطيراً يتمثل في قدراتها على الحد من التأخير وهي ظاهرة أثرت على عدد كبير من المسافرين خاصة مطلع صيف 2022 وذلك جراء النقص الكبير في القوى العاملة في المطارات استنف عمال وسائل النقل في بريطانيا إضرابهم اليوم بعد إضرابات شهدتها حركة النقل خلال فترة الأعياد يشارك في هذا الإضراب نحو 40 ألف عامل سكك حديد يعملون بالشبكة القومية للسكك الحديدية بالإضافة لعمال 14 شركة قطارات خاصة وذلك لمدة أربعة أيام بدعوة من نقابة سائق القطارات قال وزير النقل مارك هاربر إنه يعمل بشكل جاد لحل الخلاف بين شركات السكك الحديدية والنقابات حذرت عدة منظمات صحية من الأزمة التي تؤثر على خدمات الطور حيث يموت مرضى عديدون بسبب عدم الحصول على الرعاية الكافية أو في الوقت المناسب ويعاني نظام الخدمة الصحية البريطانية العامة والمجانية مذ أكثر من عشر سنوات من التقشف الشديد ثم من تدعيات كورونا والتي أنهكته بشكل كامل عادت من جديد أزمة نظام الخدمة الصحية العامة والمجانية في بريطانيا تتصدر المشهد مع ارتفاع أعداد وفاية المرضى في أقسام الطوارئ والسبب كما تقول عدة منظمات طبية هو معاناة نظام الخدمة الصحية منذ أكثر من عشر سنوات من التقشف الشديد ثم من تدعيات وباء كورونا الذي تركه منهكا بشكل كامل وقدرت المنظمة التي تمثل موظفي الطوارئ وهي الكلية الملكية للطب الطوارئ أن ما بين ثلاثمائة وخمسمائة مريض يموتون أسبوعيا بسبب نقص الرعاية في أقسام الطوارئ فضلا عن صفوفي لانتظار الطويلة ورغم أن مسؤولي المستشفيات يقللون من قيمة هذه الأحصائيات إلا أن الكلية الملكية ترفض وصفها بالصعوبات المؤقتة مشخصة الوضع بالمشكلة طويلة الأمد في الأسبوع الماضي اضطر مريض من كل خمسة مرضى نقلتهم سيارات إسعاف في إنجلترا للانتظار أكثر من ساعة للدخول إلى الطوارئ كما اضطر عشرات الألاف من المرضى للانتظار أكثر من 12 ساعة قبل أن يتلقوا الرعاية في أقسام الطوارئ وتعز الحكومة الوضع الحالي إلى تدعيات وباء كورونا والأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا لكنها بالمقابل انتهجت في الأونة الأخيرة سياسات تقشفية مشددة في الموازنة مما يعرض ألاف البريطانيين لحالات الوفاة رئيس الوزراء البريطانية ريشي سوناك من جانبه أشار إلى أن نظام الصحة البريطانية بين أولوياته مؤكدا أن حكومته تتخذ إجراءات حسمة لخفض التأخير في جهاز الصحة العامة أعلنت رئيسة وزراء فرنسا إلازابيث بورن أنه ستطرح إصلاح نظام التقاعد بالبلاد وذلك في 23 من يناير الجاري على مجلس الوزراء الفرنسي من المقرر أن تستقبل إلازابيث بورن الشركاء الاجتماعيين في البلاد اليوم وغدا وذلك قبل أيام قليلة من تقديم مشروع إصلاح نظام التقاعد كان الرئيس الفرنسي إيمانيوال ماكرون قد تعهد في سبتمبر الماضي برفع سن التقاعد بعدما كان قد تراجع عن الخطة التي أثارت انتقادات واسعة خلال السنوات الخمس الأولى له حيث كلف حكومته برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما على أن يدخل التغيير حيز تنفيذ اعتبارا من العام الجاري لتبعونا من جميعهم جميعهم موسيقى أعلنت وزارة النفط العراقية أن الإرادات المحققة عن تصدير النفط الخام في عام 2022 بلغت أكثر من 215 مليار دولار وضفت الوزارة أن الكمية المصدرة من النفط الخام بلغت أكثر من مليار و 209 مليون برميل وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة 3 مليون و 320 ألف برميل يوميا كما أشارت الوزارة إلى أن عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطي لشركات من مختلف الجنسيات الأجنبية فضلا عن شركات عربية أخرى ترجمة نانسي قنقر